الجهاز التنفسي للجلاكي تنتهي منطقة البلعوم في الجلاكي بأنبوبة مغلقة من الخلف ومنفصلة عن الجهاز الهضمي تسمى بالأنبوبة التنفسية تتكون أعضاء التنفس من سبعة أزواج من الجيوب الخيشومية ويفصلها عن بعضها عوارض بين خيشومية تفتح الجيوب الخيشومية لداخل الأنبوبة بفتحات خيشومية داخلية وتفتح للخارج بفتحات خيشومية خارجية تغطص الأسطح الداخلية للجيوب الخيشومية بأغشية رقيقة مزودة بأوعية دموية تسمى الصفائح الخيشومية والتي يتم فيها تبادل الغازات أما عن ميكانيكية التنفس فيمر تيار الماء من خلال الجيوب الخيشومية بإحداهتين الطريقتين 1- في حال أن يسبح الحيوان حرا طليقا في الماء يمر الماء من خلال فتحة الفم إلى الأنبوبة التنفسية ثم إلى الجيوب الخيشومية عبر الفتحات الخيشومية الداخلية إلى داخل الجيوب الخيشومية ثم تتم عملية تبادل الغازات بين الماء والدم المنتشر في الصفائح الخيشومية ويخرج تيار الماء للخارج عبر الفتحات الخيشومية الخارجية في داخل الجيوب الخيشومية 2- في حالة أن يكون الحيوان ملتصقا بالفريسة 3- يقضي الجلاكي معظم حياته ملتصقا بفرائسه عن طريق القمع الفموي والذي يشبه الممص 4- لذا لا يمكن أن يمر تيار الماء من فتحة الفم 5- ويمر من خلال الفتحات الخيشومية الخارجية إلى داخل الجيوب الخيشومية 6- ثم من الفتحات الخيشومية الداخلية إلى الأنبوبة التنفسية 6- ويخرج تيار الماء من الأنبوبة التنفسية من نفس الطريق 6- ثم من الفتحات الخيشومية